أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإكلامين ذلك الكتاب لا ريباً هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ومما وزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآبرة يمتنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفرحون إن الذين تمروا زواهم عليهم أهلهم بوتهم أم لم تنفرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أمصارهم يشاوتهم ولهم عذاب عظيم ومن النازل يقول آمننا بالله واليوم الآخر وماهم بمؤمن يفاجعون يفاجعون الله والذين آمنوا وما يفدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فسادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يحبطون وإذا قيل لهم لا نرسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مسترون ألا إن لهم المرسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أن أؤمنوا كما آمن السبحان ألا إنهم هم السبحان ولا إن لا يعلمون وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا ولوا إذا شاعرين قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزمون الله يستاجر فيهم ويبدهم في طريانهم يعلمون أولئك الذين اشتروا طلالة في المدى فما ربحت تجارتهم وما كانوهم تجريد مثل كمثل الذي استوقف ذارا فلما أضاءتنا حولهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ودرتهم في ظلمات لا يبصرون صمهم بكم دعو منهم لا يرجعون أو كفير من السماء فيه علمات ورعب وضط يجعلنا صادعا فيه آباد من الصواعد حجم المنور والله محيط بمتافرين يكاد البرد يخطف أبصاره كلما أضاء لهم مشغفين وإذا أضلب عملهم قاموا ولو شاء الله لذهب من سمعه ونصاره إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء فأفعدني من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأمتم تعلمون وإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة فأتوا بصورة من نسله وادعوا شهداءة من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناو والأبي والدو والداش والحجارة قعدت للجاهرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن لهم جنات تجري من تحتها لدار كلما وزقوا منها من سموة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قر وارجوا به مجشايا ولهم فيها أزواجهم مغفرة ولهم فيها خالدون إن الله لا يشجح من يغرب مكلا ما بعورة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق بالربيب وأما الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا أثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاشقين الذين ينقصون عبدالله لنبع لإتاقه ويقفعون ويقفعون ما أمر الله به أن ينفل ويقفعون في الأرض أولئك هم الخاشرون كيف تنفرون بالله وكنتم أموات فاحلا ثم يريتكم ثم يريتكم ثم إلي ترجعون هو الذي خلق لما بالأرض جميعا ثم استوى ثم استوى ثم استوى ثم استوى فسوهن سمع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائك في نزاع في الأرض خليفة قالوا أجعل فيها لن يغسل فيها ويسفق الغماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ما زمد أشاء كل ياتهم أعرضهم ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسباك يا أهلاك إنكم صادقين قالوا سبحانك لا أعلم لنا إلا ما علمتنا إن دانت العديد الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائه قال لما أقول لكم قال لما أقول لكم إني أعلم ضيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكترون وإن قلنا للملائكة اسجدون يا آدم فسجدوا إلا إبلي سابا فسجدوا إلا إبلي سابا واستغفر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسجد وزوجك الجنة وكلاك وكلا منها وغدا حيث شكتما ولا تقرباها في الشجرة ولا تقرباها في الشجرة فجدتونا من الظالمين فازلهم الشيطان على ما أخرجوا كما كان أبيه وقلنا اذبقوا بعضكم لبعض عدد ولكم في الأرض مستقروا وبتاع إلى حديد فتلقى أذب الرفيج الماجر فتاب عليه إنه هو الظواب الرحيم قلنا اذبقوا منا جميعا فإما يكتن لكم مني هدا فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا ترغن عليه ولا يحزنون والذين تقربوا وكلموا بآياتنا أولئك أصحاب النار فر فيها قالوا يا بني إسواء إلكم نعمتي التي يمعكم أعلمكم وأوقوا بعيني أوفي بعهدكم وإياي فرمرون وآمنوا بما أنزلتم صدقا بما بعد ولا تكونوا ولا تكونوا أول كابل ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإياي فتكون ولا تلبسوا الحق بالباق وتكلموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأجزتكات وركعوا الراحلين أتعون الناس بالبره وتنسوا نأتوا جزتا وأنتم تسلون التدام أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والذين يظنون أنهم ملاكوا رفهم وأنتم إليه راجعون يا بني إسرائي للكم أتعلمت عليهم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا جزي نفس العين من نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل من راعب ولا يقبل من راعب ولا يقبل من راعب وإن الجينات من آل جلعون لا يسهم لكم شوء العلاب يسهم لكم شوء العلاب يذبحون أبناءكم ويستحنوا بلساءكم وفي ذلك فلا آل من رذبكم عظيم وإذ برقنا لكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل جلعون وأغرقنا آل جلعون وأنتم تنظون وإذ ما عردنا موسى أو بعيد ليلة ثم اتخذتم العلم من بعده وأنتم ظالمون ثم أعدونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكون وإذا آتينا موسى الكتاب والمقال رعلكم تغذبتون وإذ قال موسى لقومه يا قومي فكم ظلمكم أنفسكم باتقاد من العجل فجوموا فجوموا إلى باريكم فأغتنوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فزاف عليكم إنه هو التواب الرحيم وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نوراه جهرة فأغذبهم صاعبة وليكم تنظون ثم لعلكم من بعد موتكم لعلكم تشكون وظللنا عليكم الغمال وأنجلنا عليكم المين والسدوى قلوم من قيباننا وشقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يرضمون وإن قلنا دخلوا هذه القرية فتفلوا منها حيب شيتم روضا ونظلوا الباب ونظلوا الباب سجدا وقولوا حقا لو قلنا خطاياك وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غيرا الذي قيل لهم أنزلها فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يقصدون وإن استسقى موسى لقومه فقل نقرب بعصاك الحجر فهن نجرت من أثنتا عشرة عينا قد علموا ناسهم مشرفا كنوا واشرفوا من رزق الله ولا تعبوا للقرب السمين وإن قلتم يا موسى لن أصدر علاقا واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك اخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها من بطلها وكفتائها وكفتها وعبتها ومصرها قالا نسترجلون الذين وأبناء الذين وضعين اخذقوا مصر فإن بلدوا ما سألتوا وضعبت عليهم الدلة والمسكنة وباقتوا برطن إلى الله ذلك بأنهم كانوا يبقون بآيان الله ويقتلون المدينة ويقف الحق ذلك بما عشر وكانوا يعجبون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم يجرهم عند ربه فلهم يجرهم عند ربه ولا قوم عليهم ولا هم يحزنون وإذا قلنا نيسانكم ورفعنا فوقكم بطور خدوا ما آتيناكم بقوة خدوا ما آتيناكم بقوة واخدوا ما تريه لعلكم تبتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا قبل الله عليكم ورحمه لكم كنتم من الخاسرين ولقد عملتم الذين عجلوا منكم في السنف فقلنا لهم قرددا خاسرين فجعلنا أجالا لما بين يديها وها قلبها وموعة من المتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يقولكم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا مزوا قال أعرم بالله أن تكون من الجاملين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماله قال إنه يقول إنها بقرة لا ماله قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماله قال إنه يقول إنها بقرة صفران فافع لونها جشوف قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماله قال إنه يقول إنها بقرة لا ماله قالوا تثير الأرض ولا تشقي الحرب فهو زلمة الله يكفيها قالوا الآن جد بالحق فندعوا ما وما كانوا يطعون وإن قتلتم نفسا فتاوأتم فيها والضاهم الضجم ما كنتم تهتون فقلنا اضغبوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وليكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد آيات فهيك الحجاوة يوها شنف قسوة وإن من الحجاوة لما يتحجه بره الأبناء وإن منها لما يشفط فيخفض منه المال وإن منها لما يكبر من خشير الله ومن الله بضاهم عم فتعملون أفضل عنا يؤمنون لكم ورقال فريق منهم يسمعون جرام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم أعلمون وإذا لكم الذين آمنوا قلوه أعلمون وإذا أقلاء بعضهم إلى بعضهم قلوبة حدثونا قلوبة حدثونا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعلمون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسكرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا فيه ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يمسكون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتغرتم عند الله عرضا فلن يخلف الله عرضا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وعارت به خطيئة فأولئك أولئك أصحاب النار قل فيها طالبون والذين آلوا وعلموا صالحا جلالك أصحاب الجنة قل فيها طالبون وإذا قبل إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالده بإحسانا وبالقربى وذين قربى واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا للناس أسما وواقين الصلاة وآتوا الزجاة وآتوا الزجاة ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم منكم وأنتم أعلمون وإذا غفنا إذاقكم لا تسككون دماءكم لا تسككون دماءكم ولا تسكدون أنفسكم من نائكم ثم ورواهم وأنتم تشيئون ثم أنتم هؤلاء إذا أردتون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم إن ديالهم تظاهرون تظاهرون عليهم في الإثم والعدوان وإن يأتوكم أساوات فهدوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم إصراجهم أفتفرون ببعض انكتار ونكترون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إلا حسن من حياة الدنيا ويوم القيام جنوا الدنيا لا أشجر على هامك ومضعوا بضافلت عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا نخبط علوم العذاب ولا هم منصرون ولقد آتينا موسى الجداد وغفينا لهم بعده بالرسل وآتينا عن شرد مريم البلنات وأيضناه بطوح القنس أفكلما جاءت رجول بما لا تواهم أنفسكم استجبرتم استجبرتم ففريقا كيثبتم وفريقا تقفرون وقالوا قلوبناهم بل لعنوا الله بتفرهم فقليلا ما يفكرون ولما جاءهم كتاب من علم الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانهم قبل يستفدحون على الذين تفروا فلما جاءهم معهم كفروا منه فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من خضه على من يشاء من عباده فقالوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويحفرون بما وراء ويحفرون بما وراءه وهو الحفر خذقا لما معه قل فلم تغطرون بها الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالزينات ثم اتخذتم ثم اتخذتم العجنة من بعده وأنتم ضارفون وإذا قلنا نيساقكم ورفعنا فوقكم الطرق ما آجناكم بطولهم اسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجن بكفرهم قل بإسماء مرد به إيمان تهم كنتم تطمنين قل إن كانت لكم الآخرة عند الله وعنصة من دون الناس فزمنوا فزمنوا الموت منذ أنتم خالقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين ولكتنهم أحفظ الناس على حياة ومن الذين أشعروا كود وعلم لو عمر ألف سنة وما هو بمسحح وما هو بمسحح من العذاب أنه يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا الجكرين فإنه نزله على قلبك وما هو بمسحح من العذاب ومن كان عدوا من الله ومن آجه سبيه واجبري واجبري لولك وإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما ينحو بها إلا الفاسحون أو كلما عادوا عدن نمدهم فريق بل أدوهم لا يمكنون ولما أهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما كفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن إن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب لها أبت وما أبت وما يعلم الله منها حديد حتى يقول ها إنتما نحن فتة فلا تذكر فيتعلمون منهما ما يسلقون به بين المرض وزوجه وما هم بضافي نبيه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون بما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآترة بالخلاق ولم يبت ما شروا حيئا حزهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله قريب لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا منظرنا واسعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من ذلك الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله من قضل العظيم ما ننزل من آجم أو ننزل أنك بخير من بها أو احتنام ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لنهلك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موزا من قبل ومن يتمثل الكب بالإيمان فقد ضل زواء السبيل ود كثير من آل الكتاب لو يربونكم من بعد إيمان كثير حسدا من عندهم قسير من بعد ما تليل نوم الحق وقفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله علىكم بشيء قدير وقيموا الصلاة وعاكم الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من غير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيون قل هاتوا كرهانكم إن كنتم صالحين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فلو أدوه عند ربه فلو أدوه عند ربيه ولا أرغل عليهم ولا هم يحزنون وقال جليهود ليس جليهود على شيء وقال جليهود ليس جليهود على شيء وهم يدخلون التفاق كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولين فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون ومن أرغل من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه أن يذكر في اسمه وسعى في صراحها أولا كما كان لهم أن يدخلوها إلا غاربين لهم في الدنيا جزء ولهم في الآخرة عمام العظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتغل الله ولدا سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل النور طالبون بذير السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون لهم فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا تكذبنا الله أو تأتي بها آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقومه يوطلون إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ لِلْحَبِ بَشِيرًا وَنَبِيرًا وَلَا تُسْلَنُ عَنْ أَصْحَابِ جَحِيمٍ وَلَنْ تَوْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَى حَتَّى تَلْجَمْ عِمْهَةً قُلْ إِنَّ لَوْنَ اللَّهِمُ وَالْهُدَى وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ وَأَمْ بَعْدَ النَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلِّ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيْهِ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ عَتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَسْلُونَ حَقَ تِلَا وَجِهِ أُولَيكَ تُكْبِرُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْبُرِهِ فَوْلَ هَلِكَ مُفَاسِقُونَ يا بني إسرائيل أكبر نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجفي نفس عن نفس شيئا ولا نقبل منها عدل ولا تنفعها شفاة ولا هم ينصرون ويُنِبْتَلَى إِبْرَاهِمَ رَفُّهُ بِكَرِمَاتٍ فَاتًا فَوْلُونَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ مِنَّا شِفَاهَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا نَالُ حَيْبِ الرَّالِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاجِ وَهَمْنَا وَاتَّقِلُوا مِنْ بَقَالِ إِلْرَاهِيمَ مُصَلْتًا وَعَلِبْنَا إِلَى إِلْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَفِرَا أَنْطَفِرَا مَنْيَرِ الْقَالِفِينَ وَالْعَاجِفِينَ وَبُرُكَعَ الشُّهِودَ وَإِذْ طَالَ إِلْرَاهِيمُ رَنْبِذْ عَلَى بَلَدًا آِنًا وَارْزُقَ عَلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ أَنْآلَ مِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآلِيَوْمِ قال وَمَنْ كَفَرَ فَرْتِعُوا قَلِيلًا ثُمَّ أَفْطَرُوا إلى عمال النار ومئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ لِدْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينُ رَبَّنَا تَقْبَلْ إِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلِنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّدِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَلِنَا مَنَاتِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ الدَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُ وَيُعَلِّمُهُ الْفِآبَ وَالْحِمَّةَ وَيُسَدِّيهِ إِنَّ كَانْتَ الْعَجِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْضُ عَمِّ الَّذِي إِبْرَاهِينَ إِلَّا مَنْ أُسْبِيَ نَفْسَهِ وَلَقَدْ صَقَيْنَاهُ فِي الْمُّكَى وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَنْ رَبُّ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَبْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِنَا إِبْرَاهِيلُ بَنِي وَيَعْقُوبُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهِ أَصْبَفَ لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهِ أَصْبَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِونَ أَمْ كُنْتُمْ شُودَاءَ إِلْحَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ لِلطَّانَ الْبَنِينَ إِلطَّانَ لِلَّذِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ فَعْلِينَ قَالُوا نَعْبُدْ رِلَاهَكَ وَإِلَىٰ آبَائِكَ جِدْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِلَّ وَإِسْحَاقَ قِلَادًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِونَ كِنْتَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَنَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَلْتُمْ وَلَا تُسْأَنُوا لَعْمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُنُّوا هُونَا أَوْ نَصَارَى تَمْتَنُوا قُلْ بَلْ مِنْ لَذَا إِرْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشِرِكِينَ قُلُوا آمَنُنَّا بِاللَّهِ وَمَا نُنْزِلَيْنَا وَمَا نُنْزِلَيْنَا قُلُوا إِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْبُ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّ لَنْرُبِهِينَ وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّ لَنْرُبِهِينَ لا نفرق بين عزيزهم ونحن لو مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اجنبوا وإن تولوا فإنما هم في شفاق فزلت فيه جوم الله وهو السميع العليم صبغة الرأي ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عاملون قل أتحاجوننا في الله من هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخفصون أجد قولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق كانوا مهودا أو نصارا قل أألمتم أعلم أم إلا الله ومن أعلم من من كتم شهادة عنده من الله ومن طعب برافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرف والأغرب يهدي من يشاء إلى صواق المستقيم وكذلك جعلناكم قمة وسقا لتكونوا جمداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيئا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينطلب على عقبين وإن كانت لك بيوتا إلا على الذين هدى الله وما كان الله يطيع إيمانكم إن الله من ناس رؤوكم وحيين قد نرى تقلل بوجيك في السماء فلنولي أنك إذن تغطاما فولي وجنك شطر المسكر الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن من الذين أخذوا الكتاب لا يعلمون أنهو الحق من ربي وما الله برافل كامل ما يعملون وما الله برافل كامل وما الله برافل كامل وإن من الذين يتبع المتابعون وما الذين أتلناهم التداب يعرفونه كما يعرفون أبناء وإن فريقا منهم ليبتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا جغلون من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيران أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قرجت فول وجهة شفرا فنجد الحرام وإن له للحق من ربك وما الله بغافل عما تعلمون ومن حيث قرجت فول وجهة شفرا فنجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شفرا لأن لا يكون للناس عليكم خدتكم إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أوصلنا بيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ونزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني أذكركم واشكروني ولا تكون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله فع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أبوال فلا حيا ولكن لا تشعرون ولنبلو أن تكون في شيء من الخوف والجوع ونقصد من الأموال ونقصد من الأموال والأنفس والتبرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيرهم قالوا قالوا إنها لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المتنون إن الصفاة والمرت من شعائر لها فمن حج البيتا واعتبر فلا جداح عليه أن يضوف بها ومن تطوع خيرا فإن الله شافر علي إن الذين يفهمون ما أنزلنا من البيلات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يدعنهم الله ويدعنهم الأعلمون إلا الذين زابوا وأصلحوا وبيناوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأدبت الله الرحيم فإن الذين جفروا وماتوا وهم كفاهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يسمعين قالبين فيها لا يخفق عنهم العباد ولا ينبون وإله هم إله وحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله إلى السماء من مال فأحياء فأحياء ربهم الله بعد موضع وبث فيها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاة المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يفتغل من دون الله أنه من ذاته يحبونه تحب الله والذين آمنوا أجز حبا لله ولو يرى الذين ظلم إذ يرون العذاب أن القوة الله جديعة وأن الله شريف العذاب اتبعوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقفعت فيه الأسماعات وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبروا منا كذلك يقريم الله وعمالهم حسرات عليه وماهم بطار جيدا من أمام يا أيها الناس تبعوا مما بالأرض حلالا قيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا مقواج الشيطان إنه لكم عدم مبين إن ما يخبركم بالزنوب والمحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليها ما أماما أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يتبعون ومثل الذين تقروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صن بكم عمي فهم لا يعلمون يا أيها الذين آبوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم ديام تعلمون إن ما حرم عليكم الميزة والذب ولحم الجنزير وما أهل النبي لغير الله كما نكتر وغير باغ ولا عام فلا إسمع ليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتبعون ما أنزل الله من التتاب ويشكرون به ثمنا قليلا أولئك ما يقول في مدونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزجيهم ولهم عدام أليم ترجمة نانسي قنقر 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 فإن ترد خيرا إن توك خيرا وصية للوالدين ولا قربين بالمعروف حقا على المتقين فمن ددنه بعدما تبعه فإنما إذنه على الذين يمثلونه إن الله سبيع عليم فمن خاف من موصر جنفا أو إذما فأصدح بينهم فلا إذن عليه إن الله غفر رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دعا لكم تتقون أياما مع المودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام قفر وعلى الذين يطيقونه فرية فعاموا اسكين فمن تفرع خيرا فهو خير لكم وأن تصوروا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رضا الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الودا والقرطان فمن شهد منكم الشرق ليضر ومن كان نبيضا أو على سفر فعدة من أيام قفر يرين الله بكم اليسر ولا يهين بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما بداهم ولعلكم تشكرون وإذا سالت عبالي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة التاعي إلى دعال أجيب دعوة التاعي إلى دعال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون أحل لكم ليلة صيام رفقوا إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس جمسون علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعحى عليكم فالآن باشرون وابتغوا ما تتبرى لكم وكلوا واشرروا حتى يتمين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفن ثم جموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تفرغوما كذلك يبين الله آياتي للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتهلوا بها إلى العدام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بذر وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحق وليس البر بإنتاج البيوت من ضرورها ولكن الزر ومن اتقى وأتوا البيوت من أموالها واتقوا الله لعلكم تفرحون وقادلوا بسبيل الله الذين يقادلونكم ولا تعزلوا إن الله لا يعد المعتمين وقتلوهم حيث تقفتموا وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشذف من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قادلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن أنت أوف إن الله غفور وحييم وقادلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن أنت أوف لا عنوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحبكم المحسنين واتموا الحج والعمرة منها فإن أحصركم فما استيسر إلى الهد ولا تحرقوا أرزكم حتى يدلوا الهد محلة فمن كان منكم مريضا أو إيئا من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو رسل فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الأم فمن لم يجد فضيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجعته إنك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أنه حاول مسجد حرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد عقاب الحج أشر المعلومات فمن ترى بضي من الحج فلا ربط ولا أسوط ولا تدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله واتزوروا من خير الزاب التقوى واتقوا لي يا أول الألباب ليس عليكم جناح لن تبتروا قونا من ربكم فإذا أفضتم من عربات فانتروا قرار فانتروا الله عند المشعل الحرام وانتروا كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم يفهموا من حيث وفاب الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله له رحيم فإذا قضيتم مناسكم فانتروا الله فانتروا الله لكذكركم آماءكم أو أشد جكرا فمن الناس من يقول ربنا آمنا بالدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آمنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واظنا عباد النار أولئك لهم نصير مما كسروا والله سميع الحزاب واذكروا الله بأيام معدودات فمن تعجن في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم لي تحجرون ومن الناس من يحجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو لفق القصار وإذا تولى شعاب الأرض يفسد فيها ويحجبك الحوت والمس والله لا يحب الفساد وإذا قيل لو اتق الله خلقه العزة منه فعسفوا جهنا ولبئسا فيها آمنا ومن الناس من يشري نفسه ابتضاء مرضات الله والله رغوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا قلوب السن كافة ولا تتبعوا فقوات الشيطان إنه لكم عمي مبين فإن جلبتم من بعد ما جاء أكبروا البيناة فاعلموا أن الله عزيز حبيب هل ينظرون إلا أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأرض وإلى الله ذو رجعوا يوم سلبني إسرائيل كما زيناه من آية بينك ومن يبدل دعمة الله من دعم ما جاءت فإن الله فإن الله فإن الله فإن الله فإن الله وإن الله 113. وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 114. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيرات بغيا بيتهم فهذا الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يأتي من يشاء إلى صراط مستقيم 115. أم حسبت من تدخل الجنة ولما يجيكم مثل الذين قلوهم قبلكم 116. مسلتهم البازاء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصول الله 117. فلا إن نصر الله قريب 118. يسألون كماذا ينفقون 119. قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأغربين واليتامى والمساكين قبل السبيل 111. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 112. كتب عليكم القتال وهو كر لكم 113. وعدا أن تكره شيئا وهو غير لكم 114. وعدا أن تحبه شيئا وهو شر لكم 115. فالله يعلم وأهم لا تعلمون 116. يسألونك عن الشغل الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير 117. وصلت عن زبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أمين 118. منذ أكبر عند الله 119. والإفنة أكبر من القتل 110. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يمرتوكم عن دينكم إن استطاعوا 111. ومن يرتد منكم عن دينه فيمرتوا وكافر 112. فيمرتوا وكافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 111. إن الذين آمنوا والذين هذوا وجعلوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وكل رحيم 112. يسألونك عن ظمر والميشي قل فيه مائش كبير 113. وملاقع للناس ويخوما 114. ويخوما أكبر من تفعبا 115. ويسألونك ماذا ينفقون 116. قل اللعب كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفسرون 117. في الدنيا والآخرة 118. ويسألونك عن اليتاما كل إصلاح لهم خطئين 118. وإن تخالقون في إخوانكم 119. والله يعلم المبسد من المصلح 119. ولو شاء الله لعلكم 110. إن الله عيد الحكيم 111. ولا جنجح المشركات حتى يؤمن 111. ولأبد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبه 112. ولا تنفع المشركين حتى يؤمنوا 113. ولعمد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه 114. أولئك يدعون إلى الأنفار 115. والله يدعوه إلى الجنة والمغفرة به 116. ويبين آياته للناس لعلهم يتمكرون 117. ويسألونك عن المحيم 118. قل هوا دنفع تجلوا النساء في المحيم 119. ولا تقرمون حتى يقرر 110. فإذا تطررن فأكروه 111. فمن حيث أمرك الله 111. إن الله يحب التواميل ويحب المتضربين 112. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أم ناشفهم 113. وقدموا لأنفسكم 114. واتقوا الله وعلموا أن تكون ملاقوا 114. ومشرين فهمين 115. ولا تجالوا الله عبدا لأيمانكم أن تبهوا 116. وتتقوا وتصبحوا بين الناس 117. والله سميع عليم 118. لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم 118. ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم 119. والله رفور الحديث 119. للذين يؤلون من نساء 119. وإن تربه واربع في أشر 111. فإن فاقوا فإن الله غفور وحيم 112. وإن عدموا الطلاق فإن الله سبيع عليم 111. والمطلقات يد رفصنك أنفس إنك لا تتطلو 112. ولا يحل لهن أن يفهمن ما طلق الظاهر في أرحام 113. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 114. وبعولتنا حق بردين 115. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 116. ولهن مثل الذي عليه فمتعون 117. وللرجال عليهم تدرجى 118. والله عزيز حكيم 119. الطلاق مروتان 111. فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 111. ولا يعيد لهم أن تغلو بما آتيتكم 112. أجيئا 112. إلا أن يخافا 113. ألا يقيما عبد الله 114. فإن شبتم أن لا يقيما عبد الله 114. فلا جناع عليما فيها افتدت 115. إن تعود الله فلا تعزوها 116. ومن يتعد حدود الله فأولئك الظالمون 117. فإن ضلقها فلا تحل له من بعد عددا تنكح زوجا ضيرا 118. فإن ضلقا فلا جناع عليما أن يتواجعا 119. إن ضلنا أن يقيما عبد الله 119. وذلك عدود الله يبين آل قومي يعلمون 110. وإذا ضلقتهم النساء فبلغنا جلول فامسكوهن بمعروف 111. فامسكوهن بمعروف أو سمسحوهن بمعروف 112. ولا كن شكون ضغارا لتعدد 113. ومن يفعل ذلك فقدر لم نفسه 114. ولا تتفقدوا آيات الله كبرا 115. وابكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 114. من الكتاب والعكمة يعمل 115. واتقوا الله واعلموا أن 116. من الكتاب والعكمة يعمل 117. وإذا خلقتم النساء فبلغنا جلول 118. فلا تعبدوا من ينجحنا أزواجهم 119. فإذا تراروا بينهم 111. إذا تراروا بينهم في البعروف 112. ذلك يوعب بينا 111. كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 112. باركم أسكانكم وعقوا 113. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. والوالدات يرنحن أولادهم 114. حولين كابلين 115. بمن راب أن يتم الرضاعة 114. وعلى المولود له رزقهم 115. وإصفتهم 116. أم المعروف 117. لا تكلف نفر إلا وسعا 118. لا تباق 119. ووالدك بولدها 119. ولا مولود له بولده 111. وعلى الوالد بث ذلك 111. فإن أراد أفصالا عن تواب 112. منهما وتجاور 113. فلا جناح عليهم 114. وإن أردتم من تستوضعوا أولادكم 115. فلا جناح عليكم 116. فلا جناح عليكم 117. إذا سلمتم 118. ما آتيتم بالفعروف 119. واتقوا الله 111. وعلموا أن الله 111. بما تعملون مصرين 112. والذين يتوفتون منكم 113. ويدرون أزواجا 114. إن يترفقصت بأنفسهم 114. يترفقصت بأنفسهم 115. ما ردعت أشهر وعشرا 115. فإذا ملغ راجنا 116. فلا جناح عليكم 117. فلا جناح عليكم 118. إما فعلنا بني أنفسهم 118. فلا جناح عليكم 119. وإذا قلنام 119. بما تعملون خبئين 111. ولا جناح عليكم 111. إما عبرتم به من خطب النساء أو أكلمكم في أنقذكم علم الله أنكم ستغطرونهم ولكن لا جواعدون سر إلا أن تقولوا قولا بعوبا ولا تعتموا عقدة لكاح حتى يمنغ التكاب أجلا وعلموا أن الله يعلم ما فيه أنفسكم فاعذرون وعلموا أن الله رفور حديث لا جناح عليكم إن طلقتهم انكساء ما لم تمسوهن أو تفربونهم فريضا ومدعوهن على الموزع قدره وعلى المقدر قدره متاعا وإن طلقتهم من قبل أن تمسوهن فقد قربتم لهم تبريرة وإن فنسوه ما قربتم إلا أن يعفوناه يعفو الذي بيدي عقدة لكاح وأن تعفوه أقرب للتقوى ولا تنسوهن قبل بيدكم عند الله بما تعملون بصير حافروا على الصلوات والصلاة المسطى وقربوا للتأيطانين فإن خبتم فنجالا أو ربانا فإذا أمنتم فانكروا الله كما علمكم فانكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن قربنا فلا أدنا عليكم ما فعلنا به أنفسهم فمن أعرفو والله عليكم حكيم وللمقلقات مساعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين ضردوا من جارهم وهم ألوك حبر الموت وهم ألوك حبر الموت فقال لهم الله موسو ثم أحياه إن الله له قرر على المناس إن الله له قرر على المناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشعرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سبيل عليم من ذا الذي يقرر الله قرر حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبر ويرسف وإليه ذرجعون ألم تر إلى المنى من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالنا لعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديابنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال سولوا إلا قليلا والله عليم في الظالمين وقال لهم نبي يؤمن الله قد معذلكم قالوا تملكا قالوا أنتا يكون له الملك علينا ونحن أحب بالملك منه ولم يختزع زب من المال قال إن الله يصفت عليهم وناذب أصفتا بالعلي والبس والله يؤمن فهو من يشاء والله أصفت عليم وقال له النبي منهم آية ملكه أن يأتيكم التارث فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل روسى وآل آلون تحرموا الملائكة إن في ذلك لآعز البس إن كنتم أؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعر فإنه مني إلا من اترك غرفة في يمك فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت ونوبه قال الذين يؤمنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة ولمثرة كثيرة في الذهاب والله مع الصابرين ولما برسون جاوز وجوني قالوا ربنا قالوا ربنا أخرط علينا صبرا وذفف أقدامنا وذفف أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قالوا بإذن الله وقتل داود جالوت وعاتاه الله الملك والحكمة وعلمه بإذن باعشاء ولولا دفعوا الله الناس بحظا بما ضل فسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله لفسدت الأرض ولكن الله هو فضل على العالمين تلك آيات الله نتنوا عليك بالعرض وإنك لمن المرسلين تلك الرسول فضلنا لعظم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم دوجات وعاتينا عيش ابن مريم الميلات وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقصة للذين من بعد ولو شاء الله مقصة للذين من بعد من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولا جئت لهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مغسدا ولكن الله ولكن الله يفعل ما نهيد لهم لا بير فيه ولا كله ولا شفاعة والكافرون هو الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما غلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعتوا سير السماوات والأرض ولا يرده حفرهما وهو العلي العريف لا إتراه بالدين قد تمين المسلم إلى الغيب فمن يدفر بالطارب ويؤلم بالله فقد استمسك بالعروة المفقى فقد استمسك بالعروة المفقى لانكصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا اخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء قالوا يغردونهم يغردونهم إلى النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خادمون ألم تر إلى الذي حج إدراهيم في ربي أن آتاه الله أن آتاه الله الملكه قال إدراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا وحيي ويميت قال إدراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فمهد الذي جفر والله لا يريد قول الراريين أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عرشها قال قال أن لا يحييها لإله بعد موتها فأمات الله في أدعام ثم بعثا قال لبثت يوما أو بعض يوم قال من لبثت أزعام فانظر إلى طعارك وشرارك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية من مغاش وانظر إلى العظام كيف منشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله علىكم شيء قدير وإن قال إبراهيم رب أدني كيف تحر الموتى قالا ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أو بعثا من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جمل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز حقيق مفل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة ذنبذت سبع سنال لبيكم لزنقلت نئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واشع العليم والله ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ينفعون ثم لا ينفعون ما أنفقوا ولا أملتهم لهم أجوم عند ربي ولا خوف عليه ولا أم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقته يتبعها أداك والله وليل حبيب يا أيها الذين آمنوا لا تبقوا صدقاتكم في البن والأداك كالذي ينفق ما له رئاء لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه لهم لا يؤمن بالله 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 أَكُمْ مِنْ دَخِيلٍ وَأَعْنَى مِنْ تَجْرِي مِنْ دَحْنِهَا الْأَلْهَا وَلَوْتِيهَا مِنْ كُلِّ الْتَبَرَاجِ وَأَصَابَهُ كِبًا وَلَوْهُ دُرِّيَّةٌ وَعْفَاءُ فَأَصَابَها وَأَصَابُ مِنْ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَطَتْ كَذَلِكَ يُمَيِّنُ اللَّهُ نَكُرُوا الْآيَاتِ لَعَلْنَكُمْ تَتَبَكَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا تَسَبْتُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا تَسَبْتُوا وَمِنَّا أَخْرَدْنَا لَكُمْ إِلَى الْأَرْضِ وَلَا يَتَيَنَّ مُلْ خَبِيْسَ مِنْ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا نُنْتُمْ يُقْفِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَنْتُمْ حَمِيدٌ الشيطان يعيكم الفقر ويأمركم بالمحشاء والله يعيكم مغفرة منهم وفقنا والله واشر العليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد قوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الأنفاب وما أن فقط من فقط أو لذوت من نزل أو لذوت من نزل فإن الله يعلمه وما أن الظالمين من أموصا إن تبدوا الصدقات فنعمان وإن تخفوا ما وتخفوا المقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خليل وما تنفقون وما تنفقون من خير يوفي ليكم وأنتم لا تخلمون للققراء وما تنفقون وما تنفقون والعليم الذين ينفقون أموالا بالليل والنهاد شرا وعلى أجزا فلهم أجوم عند ربهم ولا فوق العلم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذين يتغططوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن من ليعبث الربا وحل الله النيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربي فانجها فله ما سلف فله ما سلف وأبوه إلى الله ومن عاد فهلائك أصحابه هم فيها خالدون يبحث الله الربا ويربي الصدقات والله لا نحب كل كفار الأذين إن الذين آمنوا وعاموا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم جوم عند ربي لهم جوم عند ربي ولا فرق عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بخي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرج من الله ورسوله وإن كنتم فلكم ربوس أموالكم لا تغلمون ولا تغلمون وإن كنتم مؤمنين وإن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما جسبت وهم لا يتمون يا أيها الذين آمنوا إذا كلا يمنتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوا وليكتب بينهم كاتب بالعلم ولا يأتب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليم للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يلخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيا أو بعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الولي هو بالعلم واستشكتوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان إنهم كربون من الشهداء أن تضر لا يحداهما أن تضر لا يحداهما مجدا ترى يحداهنا لأخرى لا يحداهما لا يحداهما ولا تسألوا أن تذبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أغسط عند الله وأقرب بالشهادة وأدنى وأدنى أن لا تغتاهوا إلا أن تكون جاوة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا نفتوهما وأجهدوا إذا تباياكم ولا يطار وكادر ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه أسوف بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على شفر ولم تجدوا كاذبا فرهان مقبوبة فيما من بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائتم من أمانته وليدكط الله ربه ولا تفهموا الشهادة ومن يذتمها فإنه آه من قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تمنوا ما فيه أنفسكم أو تفهموا يعاش لكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قبيل آمن ووزول بما أنزل إليه الروبي والمثمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائك به وقف به ورزله لا نتنق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأقعنا قرانك ربنا وإليك المصير لا يتلك الله نفسك إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخرنا إن مسينا أو أقعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما كما حملتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل منا ما لا قاقة لنا ربنا لا تحمل ربنا لا تحمل رائحة تتعلق بآداب تلاوة القرآن الكريم وحفظه أن نقصد بقراءته وجه الله تعالى أن نكون على طهارة تامة ونجلس في مكان طاهر أن نتعوذ في أول قراءته سواء كان ذلك في أول السورة أو في أثنائها لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم البسمانة في أول كل سورة عدا سورة براءة أن نقرأ بخشوع وتدبر وإمعان أن نطبق أحكام التجويد ونحسن صوتنا في أثناء التلاوة من غير تكلف يجب على السامع ثواء سمع من قارئ أو من مذياع أن ينصط ويفكر في آيات القرآن الكريم أن نتوقف عن التلاوة عند التثاؤب حتى يزول عدم قطع التلاوة بالحديث مع الناس إلا للضرورة كرد السلام مثلا سؤال الله تعالى من فضله عند آيات الرحمة والاستجارة بالله تعالى عند آيات الوعيد أن نداوم على تلاوة القرآن الكريم حتى لا ننسى ما حفظناه الالتزام بأوامر القرآن الكريم والانتهاء عن نواهيه أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم ونعمل به دائما وإلى اللقاء يا أصدقائي مع حلقة جديدة ونصائح جديدة